لكل قرار أثر ونتائج وفي القراءة المتأنية لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي سنجد أولاً أنه قرر مباغتة كثيرين وعلى رأسهم قادت وأعضاء المجلس العسكري في مصر عبر إحالة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير حسين تنطاوي ورئيس الأركان العام الفريق سامي عنان في خطوة ينظر إليها على أنها نوع من المواجهة مع المجلس الذي حكم مصر منذ نجاح ثورة 25 يناير وحتى تسليم السلطة لرئيس المنتخب نهاية يونيو الماضي وتوقف البعض عند تصريح اللواء محمود العصار بأن قرار مرسئ حالة تنطاوي إلى التقاعد جاء بعد مشاورة مع العصار والمجلس العسكري تصريح يشير إلى دور أكبر ونفوذ أوسع للعصار في الفترة المقبلة القرارات التي طالت قادة أفرع الجيش المصري وتعد نافذة من تاريخها تعبر عن الوصول إلى نقطة لاعودة في العلاقات بين مرسي والمجلس العسكري خاصة في ظل التطورات الأخيرة والتي من بينها ما يحدث في شبه جزيرة سيناء ويترقب الكل رد فعل المؤسسة العسكرية تجاه قرارات مرسي التي طالت تنطاوي والذي شغل منصب وزير الدفاع طوال نحو عقدين أما قرار إلغاء الأعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو الماضي فيأتي استجابة لمطالب قوى سياسية وثورية تعين مرسي للمستشار محمود مك نائبا لرئيس هو استكمال لفريقه الرئاسي علما بأن مك هو ثاني نائب لرئيس يعين في ثلاثين عاما فالرئيس السابق حسن مبارك لم يعين نائبا له حتى اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عندما عين رئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان في هذا المنصب قبل تنحيه